تعالوا هذا اليمن صراخ طفل يلخص بعضا من معاناة شعب بأكمله عام 2014 نزاع بين الرئيس اليمني الحالي عبدرب منصور هادي والرئيس المقتول علي عبدالله صالح المدعوم من حركة الحوثي شارك الحوثيون بقوة في الحركة الشعبية التي انتهت برحيل علي عبدالله صالح عام 2011 ليتولى نائبه حينها هادي الرئاسة المؤقتة فيما انتخب رئيسا في العام الموالي لكنه قدم استقالته في الثاني والعشرين من يناير 2015 وفي السادس من فبراير من العام نفسه أصدر الحوثيون إعلانا دستوريا يحل البرلمان لجأ الرئيس هادي إلى السعودية مرغما فقررت الرياض التحرك وفي مارس آذار 2015 قادت المملكة تحالفا عربيا بمعية الإمارات ودول أخرى وقامت بضرب معاقل الحوثيين متهمة إيران بدعمهم تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يحضر توريد الأسلحة داعيا الحوثيين إلى الانسحاب من المدن اليمنية والالتزام بالمبادرة الخارجية ومؤتمر الحوار الوطني عينت الأمم المتحدة شهر شباط فبراير 2018 مارتين جريفث مبعوثا أمميا إلى اليمن يحاول الرجل كل مرة حلحلة النزاع لكنه لم يتمكن من ذلك لغاية اليوم لتعقد لاحقا أول جولة مشاورات أممية غير مباشرة بين الحكومة والحوثيين لم تتوصل إلى نتائج مشاورات في سويسرا وأخرى في الكويت لم تحمل هي الأخرى نتائج واضحة صراعنا اليوم من أجل السيطرة على محافظة الحديدة ومينائها الاستراتيجي فيما تعيش البلاد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم كما كان